سأل يقول ما صحة حديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة وليد بارك الله فيك هذا الحديث من حيث الأصل ضعيف من جهة الإسناد لكن حسن إسناده جمع من أهل العلم وذلك لأن الضعف غير شديد والحديث يرتقي إلى درجة الحسن بارك الله فيك وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولذلك من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فقام وصلى ركعتين بعد خروج وقت النهي يعني بعد ربع ساعة تقريبا من طلوع الشمس صلى ركعتين كتب له هذا الأجر العظيم